وذي كفا تبع الموجة شكرا لك تحية لك وتحية لكل مستمعي وزيكا فام تعليق الأولي هو ساعة يتعلق بالنسبة المشارك اللي هي للأسف ضعيفة من نسبة المشاركة هذه ضعيفة العديد من العوامل ممكن يكون فيها عامل الصيف وعامل العطل وعامل معناها يعني العديد من المعطيات الجانبية اللي مكنتش واللي حالة دون المشاركة والنخيرات الواسعة في العامل الانتخابي هذا علوة والاحتباس الحراري فقب الأوزان والمتجمد الشمالي موجود لا ومهوش بمعنى معناها موسم المطاطف في فليبين وحرب النجوم لأ هذوم معطيات موجودة واقعية تحول دون أنه تكون الناس عندها مشاركة واسعة وكبيرة في العامل الانتخابية حتى الأحزاب حتى القايمات معناها معدودة هذوم معناها الحاجات اللي تحب تشارك تتوقع أنه عندها رسيد انتخابي ولا في حومتها معروفة ولا كذلك ديما الرصيد الانتخابي ما تركهوش متقابل شنو الدروس اللي استقيتوهم من هذه النتائج الأولية للانتخابات الجزئية البلدية الدروس هي انتخابات جزئية انتخابات جزئية دي كما قلت لك العديد من العوامل فيها المعناها متوقع حركة النهضة بشكون عندها ثقل خاطر الوقت اللي الناس ما تشاركش النهضة عندها شكون بشي شاركو بتبيعتهم شبه المعارضة معندها شكون يشاركو معناها دو برتيسباسيون بالنسبة للنهضة فيما يتعلق بالانتخاباتها كانت منها البلدية والا التشريعية هذاك علاش الدعوة للمشاركة الواسعة والاشتراك بشكل كبير برشا في الانتخابات هي دعوة ملحة وأكثر من الملحة وهذاك علاش شو نقوله نحن نقوله بقدر عدم المشاركة بقدر وأنك تسمح للقائمات اللي تعتبرها ما هي شي تخدم مصالحك يكون عندها يعني إمكانية لأنها تصعد لأنها تكون موجودة وهذاك علاش بقدر المشاركة الواسعة بقدر ما تضييق الخلاق وإضعاف هذه القائمات وضحة في الحدود المعقولة والمقبولة هل الغلطة من نهضة اللي شاركت وبصفة كبيرة ولا الغلطة من معارضة اللي ما شاركتش شوف أعود خلينا نكمل جملت خليك دي ما عادة تكمل لا تخليك تقول لي عود كي أنه فما عادة في أني ما خليك تكمل جملت في نشف سيق تكمينا لفكرتك خطر الفكرة إذا ما كاملهاش الجملة تكمينا لفكرتك شنين أنا سؤالك قلت لك الغلطة من النهضة اللي شاركت بقائمات وبأعداد كبيرة ولا الغلطة من المعارضة اللي ما شاركتش شوف معناها سؤال لأنه الغلطة من هذا ولا من ذاك بالنسبة الغلطة هي مفهماش المناخ الكبير والتحسيس الكبير دي المشاركة الواسعة لأنه إذا أنت تقيس ثمانية نواب عند حركة النهضة وتشوف عدد الأصوات المتحصل عليها وتشوف العدد النخبين اللي نورمال مون يكونوا مشاركين أضعاف 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 ما تحصلت عليهم ما حزتوش حركة النهضة بمعنى أنه فما منخها اللي الكل يلزم يكون مشارك فيه من أجل التحسيس ومن أجل حمل هؤلاء الذين لا يشاركونا في العمل الانتخابي على أنهم يكونوا في العمل الانتخابي وفي صميم العملية الانتخابية وفاعلين في العملية الانتخابية من أجل تغيير أو ظحم إلى وضع آخر مغير للنتاج اللي نشوف فيها هل يعطينا صورة مرة أخرى على تشتت المعارضة أيضا اليوم هل يعطينا هذا المعني تمرين الحزبي البسيط اللي هو انتخابات جزئية بلدية تعطينا فكرة على تشتت المعارضة تعمق الفكرة أن المعارضة متشتتة وغير متواجدة حتى في انتخابات جزئية بلدية تنجم تنجم تعطيك فكرة على أن المعارضة إلى حد الآن ما زالت ماشي وازنة حال تشتت ما تنجم بشي تتوى اللي تحكي عليه معناها حال تشتت المعارضة اليوم أعتقدوا أنه المعارضة تعيش حال فرز وفرز حقيقي جدي اللي مكن المعارضة بشي أعطيها أفق آخر ونحن مؤمنين بهذا مؤمنين وأنه المعارضة اللي تقدم مقترحات ولا تقدم بدائل توا اليوم موقعها الحقيقي وآل لها أن تكون حاضرة بشكل وازن وبشكل جدي في المشهد السياسي لأنه نحن اليوم ما يشكش واحد في نزاهة المعارضة فيما يتعلق بانحيازاتها الاجتماعية انحيازاتها للسيادة الوطنية مدى التزامها بمبادئ اللي تحكم الدولة بشكل عام مبادئ الشفافية مبادئ النزاهة مبادئ المتعلقة بتساوي الجميع أمام القانون مبادئ العدالة الاجتماعية مبادئ استقلالة القضاء هذا معناها لا شك فيه هذا تم إثباته يعني ما يطلبش برهان آخر طلبش مجهود للبرهان عليه لكن اليوم المعارضة وأعتقد أنه اليوم معناها قاعدين معناها نتقدم نحو هذا المشروع مشروع يعني كيان الديمقراطي الاجتماعي اللي طرح لروحه الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية في كل أبعادها طبعا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية هذه كلها يعني الأفق مفتوح لأن هذا المشروع يظهر ويبان ويصبح في حالة من التلقي السهلة والبسيطة والعامة لفئات شعبية واسعة ونحن نعتقد أنه الامكانية هذه الآن هي عنا وموجودة ونحن مسكنا بها وسنمضي في هذا المجال أعتقد أنه بشكون عنا مجالات النمضي بعيدا في هذا بالتالي أنت كنت تتحدث لي على أن المعارضة اليوم زمها تقدم بدائل أنه تكون وازنة وجدية أكثر في الوسط السياسي والوازن متاعها يكون جدي أكثر وظاهر في الوسط السياسي قلت الأفق مفتوح لهذا المشروع باش يلتف حولوا فئات شعبية أكبر اليوم بأي منطق نتحدث بهذه الطريقة والحال أنه الجبهة الشعبية اللي كانت بالفعل وازنة في المجلس ظهورها كان موجود بكتلة معناها توزن في المجلس ومقافها كانت واضحة أيضا في المجلس ووازنة حتى كانت متنجمش تغير لكنها موجودة اليوم تشتتت الجبهة شكرا لك على السؤال أنا أعتقد أنه كتلة الجبهة الشعبية اليوم اللي فيها تسعة نواب وفيها نايب إن شاء الله يلتحق بها معناها قريبا تصبح فيها عشرة أعتقد أنه كتلة الجبهة الشعبية اليوم خفت من عبء عبء اللي يحول دون أنه تمضي أكثر في تقديم المقترحات وتمضي أكثر في أنها تكون عندها إسهامات كبيرة وحقيقية في العمل البرلماني الكتلة الجبهة الشعبية لعبت دور مهم في المشهد البرلماني وفي المشهد السياسي بشكل عام كانت هي الواجهة السياسية تقريبا للجبهة الشعبية لعبت دورها وأعضاءها كانوا بارزيني في عملهم أحمد صديق زياد أيمن مراد نزار عمامي هيكل بالجاسم شفيق عيادي هدوما عناصر اللي هدوما الجبهة الشعبية في نهاية المطاف واللي كان عندهم دور كبير ياسر في نشاط كتلة الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية عاشت حالة من الانقسام وهي الآن منقسمة لكن اليوم نعتبره أنه الانقسام هدايا مهم جدا لأنه نعتبره أنه اليوم الجبهة الشعبية تخلصت من الكابح فران فما فران كان شدهة الجبهة الشعبية عندها إمكانيات الانتلاك الكبيرة وعندها إمكانيات وأنها تتقدم على طريق مفتوح وعندها إمكانيات وأنها تتدفق إلى شعبها وعندها إمكانيات وأنها تقدم المشاريع الحقيقية في كل المجالات اليوم بالنسبة لنحن عنا المقترحات فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي فيما يتعلق بياد ديمقراطية الاقتصادية فيما يتعلق بالحلول الاقتصادية لبلادنا اليوم عنا مقترحاتنا في المجال الاجتماعي اللي فيه قضايا اليوم بقات يعني عالقة وبشكل كبير بدون حلول واللي نقدموا فيها حلول جدية القضايا المتعلقة بمستوى الفقر اللي زاد واللي نحن مطالبين باش نقدموا حلول لتخفيض مستوى الفقر هذا إلى حدود معقولة ومقبولة كيف كيف مستوى البطالة اللي اليوم بقى من أكبر المشاكل ومن أكثر الضغوطات اللي تعيشها البلاد في المستوى الاجتماعي هناك كيف كيف حالة من التوزيع الاجتماعي فيما يتعلق بثروة البلاد اللي قائمة على أسس عادلة وعلى أساس الإنصاف وعلى أساس التضامن وعلى أساس معناها يعني ما يمكن معناها يأكد ويحقق معناها اللحمة الاجتماعية في البلاد وكيف كيف على مستوى سياسي نعتبره أنه اليوم المؤسسة الدولة والهيئات الدستورية واستقلال القضاء والإعلام والمجتمع المدني هذه كلها أدوار كل واحد يزم يرعبها من موقع متاعه بالحدود اللي يسمحها كل معناها مستوى من الكل نحكي ليهم علما وأنه اليوم نحنا اليوم في تخلص الجبهة الشعبية اليوم تحررت من أجل وأنها تكون بالفعل لعنصر مساهم في تصورات حقيقية لبلادنا اللي نحنا نعتبره أنه اليوم بلادنا تعيش أزمة متعددة الأبعاد تحتاج حلول حقيقية وبداء الحقيقية وتكون من موقع الاحتجاج السلبي إلى موقع الاقتراح المنظم والمساهم واللي يعطي بالفعل معناها أفق ويعطي حلول حقيقية بصلنا النقطة مهمة جدا في حديثك كنت تحدثت على أنه الكتلة اليوم بتاع الجبهة خفت في البرلمان أنه تخلصت من كابح كبير أنه عندها إمكانيات التدفق إلى شعبها أنه عندها الطاقات التي اليوم بتاعها تحرط لتصبح عنصر مساهم اليوم فهم اتهامات للوطن اللي كنتم وطنين ديمقراطين مواحد بمحاولة السطو على الجبهة وبأنه عندك أنت سلوك انقلابي وتآمري خاصة بعد الجدل الأخير على اسم الجبهة الشعبية وتكوين كتلة في البرلمان تحمل الاسم أنتم وصفتموهم بالانعزاليين التصفويين شنو تعليقك اليوم على تبادل الاتهامات هذا وعدم وضوح وضع القانوني للجبهة شكون عنده الباتين سمحني في الكلمة لأنه صارت على حزب قبلكم شكرا لك هو بالنسبة للباتين ده وفهمش كل ده أنه عنده الباتين ده وعنده عليها ملكية فردية حسب القانون المتعلق بحماية الملكية الملكية الفردية فيما يتعلق بالإشهار ومتعلق بمعناها العلامات المركات المساجلة فهمش كل عنده ملكية فردية لها ويستعملها ويجابه قانوني الناس بها باعتبارها ملكه الخاص سيتحمل هميم أيه وأعتبر أن الجبهة الشعبية هي أثبتة سياسيا وأنها لا ولن تكون ملكا لأحد هي ملك مناظلتها هي إرث أنت عمل دام لعقود حمله أجيال من المناظلات والمناظلين وهي تتويج لمسار مسار نجحات ومسار إخفاقات نعتبر أن الجبهة الشعبية هذه مشروع المشروع هذا يحمله مناظلات ومناظلية يكمله فيه المسار ولا من اختار أنه يكون في طريق آخر له ذلك معناها لا يمنع هي البلاد تتحلت على أنه معناها الحرية السياسية وحرية مبارسة العمل السياسي مضمونة ولذلك من يختار وأنه يعمل جبهة رابعة ولا يعمل مجموعة أخرى ويخرج في ندبسة حقيقية أخرى أنتم الجبهة الشعبية والباقي تقليد بالنسبة لنحن الجبهة الشعبية من اختار الخروج عليها فهو من حقه أنه يخرج عليها وكتريحب الخروج من حقه بشيخرج أي كان يقول أنا معي شيء شعبية نحمل هذا المشروع نحمل مشروع الأرضية السياسية نحمل أحلام مناظلات ومناظلية وسنمضي من أجل أنه تكون جبهة شعبية على قدر كبير ومهم ومحترم من الفعل السياسي في كل مجالات المجال البرلماني والنقابي والثقافي والجمعياتي في كل مجالات تنتظروا الفيصل عند القضاء معناها تشوف في المسألة وإلا أنتوها بالنسبة لكم الأمر محسوم بالنسبة لنحن المعركة القانونية هي تفصيل طيب المعركة السياسية هي الأصل فما محاولة لجر المعركة أنها تكون معركة قانونية نحن نحن نجر المعركة قانونية هي في إطار الدفاع لا غير نحن نحن نشد الجبهة الشعبية أنا ملكوها ونكون متاعنا لا منشك في الأخرين فهمت؟ كونهم الأخرين هي شقة معناها الموجود اللي فيه حزب العمال واللي فيه الطير الشعبي واللي فيه الباعة واللي فيه الشرق الثوري هذو من العربة لحزاب واضح بالنسبة لنحنا يعني في حالة واللي هذه ممكنة فرضية وكبيرة في حالة معناها يعني فوزنا القانوني بالكيباب مليش بنحن نكروها مليش بنعمل قتل كما غيرنا وهذه تفصيل بالنسبة لنحن اليوم توحدنا بملء إرادتنا مجموعة من الأحزاب من المستقلين من المناظلات والمناظلين من أجل وأنه نواصلوا في هذا المشروع تجذيرا وتنويعا وتطويرا وفي هذا نحن الخيار هذية قاعد ماشي وقاعد يتقدم بخطات ثابتة شكتلك أنا قتلك أنا هذا مشروع والمشروع هذية عنده مقترحاته وعنده تصوراته اليوم في المعركة الانتخابية شوف اليوم في المعركة الانتخابية بمعنى أنه طاوة مقبيلة تقولي شوف معناها حزب عنا كان عنا كابح تخلصنا من عبء خفت اليوم الجبهة اليوم بش نواليوم المعارضة التي تقدم البدائل وليتكون معناها حاضرة بشكل جدي وواذن شنو معناه؟ معناها اليوم نحنا نحن شو معناه؟ اليوم بش نقدم برامجنا اليوم بش نقدموا تصوراتنا علي قبل ما كنتوش تقدموا في تصورات وبرامج حاجة عامة وفي إطار معناها يعني المعارضة الميكانيكية أكثر منه تقديم المقترحات اللي هي في تعامل جدلي مع الواقع وفي تعامل معناها إيجابي مع الحركة الواقع معناها اليوم نحنا شو قولك؟ اليوم نحنا في مادة الجباية بش نقدم المقترحات اليوم في مادة النقل بش نقدم مقترحاتنا اليوم في المادة المتعلقة بالطاقات المجدة بش نقدم المقترحات اليوم بش نقدم مقترحاتنا للمنوال التنموي بش نقدم مقترحاتنا بشكل جيد اليوم عندنا أهداف معينة نحن الناخب اليوم نحن نخفضوا مستوى الفقر إلى كذا بالإجراءات الأولى والثانية والثالثة والرابعة نحن نخفضوا إلى مستوى البطالة نحن نخفضوا إلى مستوى كذا من خلال هذه الإجراءات اليوم نقولوا اليوم الاقتصاد يتطور ويتحفز ونجم توصل المستوى نموم 3-4-5% من خلال هذه القطاعات اليوم نقولوا باش حاجتنا في الفلاحة اليوم نحول الفلاحة إلى قطاع مصدر مشغل وقادر وأنه يسهم بشكل كبير في الموازنات الكبرى اليوم نقولوا في المستوى الاقتصادي في مستوى السوق الداخلي كيف ممكن تتطور وتتحسن اليوم كيفاش الأليات اللي على أساس الدماء قرطت الاقتصاد وأنك تكون بإجراءات حقيقية ضد المضاربة وضد الاحتكار وضد التهريب وضد معناها للفساد سباحني سيمونجي ما زلتوا في شعرات هذا الكل تقول فيه ولكن تقول باش نقدموا مقترحات ونحن مزالنا أسبوع على تقديم الترشحات يعني برنامش كون مزال محضر هذه نقطة جوابني على نقطة أخرى مهمة جدا في حلقة بالبرنامج لا مانيش في نخرجك مانيش في نخرجك الموضوع مانيش في نخرجك الموضوع مانيش في نخرجك الموضوع تصادر أنت تقول برنامشكم مزال محضرش كيفاش مزال محضرش كون قارك ما عندك شنقات فلنعطيك في لزاكس متاعو وكذا الأيزاكس بيهي يعبدو كيف بالنسبة لنحن فيها ما يمكن شعبها وفئاتها انه اوضاحها تتحسن بصيفة كبيرة برشة. والناس اللي تحكي انه معناش موارد ونقرورهم عنا موارد. واذا تونس ما عندياش صناعة ثقيلة عندها دماغ ثقيل. واللي هداي دماغ قادر وانه ينتج. ونحن هذا كله في علاقة بتونس شنية امكانياتها وشنية اليوم في كل المجالات. اللي تشهد فيه الجبهة اليوم وفي الخيارات الجديدة والخفة اللي ولت عند الجبهة والفكرة الجديدة متاع انه تكون معارضة وازنة وعندها بدائل وتطرح بدائل هل هذا يعني او بش نعطي معناها خلينا من البرنامج السياسي متاع الجبهة نحنا ما حش ناس بعشر النواب. نحن ما ناش بش ندخل عملية انتخابية متاع عشر نواب. وما ناش بش ندخل عملية انتخابية متاع 15 نايب. ما حش ناش. ونحن ماشيين للمليون وثلاثمائة الف مواطن اللي سجلوا مجديد. ونحن ماشيين الخمسة ملايين الاقدم اللي سجلوا واللي جزء منهم. معناها اخرج من العملية انتخابية في 2014 وزاد في 2018 في البلدية. ماشيين لهم. ماشيين لهم متوجدين لهم بتصورات وبرامج. بشكل لهم. نحن اليوم نحملوكم المسؤولية. اليوم نحن ما حش ناس كما قلت لك بعشر ومش نايب. ما حش ناش بعشر نايب. نحن اليوم حاشتنا بتمثيلية محترمة اللي يتمكنها بالفعل. قديه تمثيلين محترمة. باش نكونوا عنصر وازن وفاعل في المشهد السياسي. قديه تمثيلية المحترمة سيمونج. نحن نشوف انت انت كان تبعا تحكينا على اربعين نايب وخمسين نايب وستين نايب. بالنسبة لنحنا ميش حاجة ميش حاجة صعبة. وميش حاجة مستحيلة. نحن اليوم طالبين شعبنا باش يتحمل مسؤوليته. نحن متحملين مسؤوليتنا في المقترحات والبدائية. ونحن نحملوا مسؤوليت شعبنا باش يعطينا ثيقته. عطانا ثيقته في جزء معين. الجبهة الجديدة. في وقت معين. عطانا ثيقته نحن باش نحملوه شعبنا مسؤوليته في أنه يعطينا ثيقته من أجل تطبيق برامج الدافع على مصالحه هذه الجبهة الجديدة سمحني سيمون جي ما نسألك يا خي ما نسألك ما نخلصش كان ما نسألك شرع ما كانش نفمي الشهري قل لي هذه الجبهة الجديدة بهذه التصورات الجديدة هل أنها تنجم تكون في السلطة غدوة معناها تنجم تكون في حكومة هل تنجم تكون في اتلاف حزبي حاكم هذا من جهة ومن جهة أخرى رأوا في علاقة بموقف وكان في وقت المفاوضات فيما يخص وثيقة قرتاج أنت في الجبهة الشعبية وقتك قلت نتفاوض ونتناقش ونحكي حتى كان ما كنا اشتراف في السلطة خطوة الجبهة الشعبية معناها عندها عيداء جيني للسلطة عيداء طبيعي للسلطة نطرح في السؤال جاوبني ما تعطيني السؤال إنكاري جاوبني السلطة موضوع أي حزب سياسي وإذا فهم حزب سياسي معناها ما يستهدفش السلطة ما هوش حزب سياسي كذا بقليك بمعنى معناها نحن غدوة موجودة حكومة وموجود ائتلاف حكومي اللي فيه المسائل اللي ترحناها وبرامج نحن ما نلتفوش على برامجنا وما نعملوش المحاص معناها غدوة تتوجد يعني ائتلاف حكومي بتاع ناس اللي تقاوم الفساد وتلتزم على موقمة الفساد وتلتزم على الشفافية وتلتزم على ديمقراطة الحياة الاقتصادية وتلتزم بجراءات اجتماعية اللي سالح الفئات الاجتماعية الهشة وتلتزم باهداف المتعلقة بتخفيض البطالة وتدخل في ائتلاف حكومي اذا هذا كله فيه ارتزامات شنية النجم حتى ان كله برا احكماني معاك ميش مشكلتنا المشكلة بالنسبة نحنا اساسا ما هو البديل تونس ومعناش عداء جيني كما قدلك ولا طبيعي للسلطة ولا الحكم هذا كان بارز قبل اليوم من اشياء اللي خفت عليكم انكم تنجم وتمارسوا السلطة لا 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 كما نتفكروا الاشكاليات اللي صارت وقت اللي انتي قبلت النقاش والتفاوض في وثيقة خارتا اي هذاك شنية كان في المسألة معناها كانت مسألة في المقاربة في المقاربة معناها كيفاش نتعاطى مع هذه المسألة معناها فما شكون اللي من المرة اللولي يعملك يمباريير يقول لك هالحكاية هذه ألف وضب الله دكور دو الله هنا كانت عندي مقاربة أخرى اختلفنا كان واحد عنده تصور وأنا كانت عندي وجه نظرة وتصور آخر لكن نحن نعتبروا أنه اليوم اليوم تونس تحتاج أكثر من أي وقت المضاء إلى برامج حقيقية من أجل إصلاح ومن أجل وأنه تونس يخرج فيها كل المكامل كل إمكانياتها وأنه تونس تتحقق فيها جزء مهم مما سميناه بالديمقراطية بالجمهورية الديمقراطية الاجتماعية اليوم بالنسبة لنحنا الأبعاد المتعلقة بالديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحطها للتحق الجبهة جديدة كيف يمكن لها الوصول ويتحط فيها الدباء بشكل صريح واليوم بالنسبة لنحنا فما ثوابة تتعلق ب فما الجانب التشريعي الإسلاح الدولة وفما الجانب المتعلق بالإسلاح المؤسسي واللي ما تمش طيب جدا الجبهة الجديدة مع شكون ما مهم جدا خلن نفهمه الجبهة الجديدة هذه الجبهة رابعة ما نحن الجبهة شعبية أنتم الجبهة شعبية ونحن الجبهة شعبية الجبهة شعبية الأصلية مع شكون التنجم تتحالف خلينا نحكي ولي أن المواقف العامة للحزب واضحة نحن نتحالف معاك كل من يتبنى البرنامج اللي نكترحه ونتفعله فيه معاه ويتفعل فيه معنا نحن معناش كوريان كريم نحطوه ونقوله وراء ذاكه هو عنا برامج حطوها مع الناس نتناك شوفيها ونحن مفتوحين من هي الأحزاب التي يمكن نتقارب معهم كل من يقاسمنا اللي تخطبوهم ولا اللي يخطبوك اسمعني كل من ينجم شوف فم شخصية مستقلة احنا ومشو كلك الجبهة الشعبية هربت منها خزان كبير برش اللي هو موجود ومرتصق بها وهو الفضاء الطبيعي متاع الجبهة الشعبية نعطيك يا نكزوف الفلانين الفلانين في تونس المثق في تونس لساذ الجامعيين متاع تونس نخبط البلاد هذه جبهة الشعبية لكن هربهم فيمتي للقيادة الموجودة كيفيش هربوه هربهم من خلال فيمتي المعناها اقصاءهم ومن خلال فيمتي معناها عدم التوجه لهم ومن خلال عدم اعتبارهم ومن خلال فيمتي معناها التضييق والتسكير الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية شنية ده سبعة سبعة أمنا عامين هذه الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية قواعد موجودة في كل جهات والجبهة الشعبية مهانسين والجبهة الشعبية مثقفين وأساذ جامعين وفنانين والجبهة الشعبية فيها كل ما يمكن من أنه تكون هناك بدائل وتصورات حقيقية لتونس جديدا نحبها الجبهة الشعبية مفتوحة على قواعدها اليوم الجبهة الشعبية مفتوحة على مناضليها بشكل معناها كبير برشة الجبهة الشعبية مفتوحة لأهم شي فيها اللي هو مسقلين اللي تم تغيبه وإخصائه بشكل ممنهج وبشكل إرادي ومن هي الأحزاب اللي ما نفتحين عليه مثلا طنعتك بعض الأحزاب تحية تونس نداء تونس خطوة نداء تونس ما عنده ترقم تكونوا معهم ترقم أفاق تونس البديل شوف شوف بشكلك حاجة نحن معناها هكا امباريار ارتفيسيال معناها نحطوا حاجز وهمي نقولوا نحن ذاك روا معناها سيلابيه ولا تنجدوا عنها سيلابيه نحن علاقتنا بهذا أو ذاك باش نتعداه ونسمعه ولي بعضنا باش نفهمه معناها 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 التفاعل هو البرنامج أنا نحب نبدل تونس روا أنا نحب نغير تونس أنا نحب اليوم مواطن تونس لو تحية تونس تتوفر فيه العناصر هذه تتحالف معاه اليوم أنا نحب مسألة السيدة الوطنية مسألة محورية لو تتوفر في تحية تونس تتحالف معاه أو سؤالي أسمعني سألة اليوم نحب الخيارات الوطنية اللي تدفع للصناعة الوطنية التونسية اليوم نحب الخيارات اللي معناها ما تحولش تونس إلى سوق أجنبية لو تتوفر في تحية تونس تتحالف معاه أو ليه يا سيمونج اليوم نحب الخيارات اللي ثمن لفلاحة وتحطها إحدى قاطرات التنية بشكل كبير ليه تتهرب من الإيجابة سيمونج تتهرب من الإيجابة اليوم نحب الخيارات اللي تقاوم الفساد بشكل حقيقي جميل جدا هذا الكله مقاومة الفساد هبش نقول هم لك هبش نخوادهم شوف ما تطرح ليش أسرع شوف الحزب اللي تارح على نفسه مقاومة الفساد والزود على السيادة تونسية وتنظيف المشهد السياسي وأخلاق العمل السياسي تتحالف معاه أسمعني بش نقول لك حاجة شوف نحنا خل نختم معاك نحنا الجبهة الشعبية اليوم هذه جبهة مفتوحة لمناضلاتها ومناضلات المناضيها أولا مفتوحة للشخصيات السياسية الديمقراطية التقدمية بشكل كبير أنتو ما تكلموا فيهم أنا قاعدين يتحقوا بكم وحد تجاوب على سؤال من الأسئلة فمالي قاعدين يتحقوا ونتصلوا بيهم ماليش نوع بش كونوا انتصلتوا عنا هاو كفم انضمام المسقلين اليوم مهاب الحاجة علي فيمتي الله معناها كانت في المجلس المركزي مغيبة وكذا موجودة فيمتي الله معناها معنا اليوم فرج الشباح موجود معنا اليوم النصر العويني فيمتي معناها كيف كيف وقالت السلبية والحديث معاه اليوم العديد من الوجوه الي تنجم تسهم وتقدم وبخنافة ذاك فيم العديد معناها الفتاة حكينا معاه حكينا فيمتي الله معناها من الناس اللي كانت معناها فاعلة وعندها كلمتها ووازنة في الجبهة الشعبية وخارج الجبهة الشعبية نحنا مفتوحين شوف بالنسبة نحنا شو القاعدة خلي اختم معاك من هي القاعدة وخلي القاعدة القاعدة هو اليوم تونس تحتاج إلى برنامج تغيير وإصلاح عميق وهذا اللي نجم يوحدنا ويفرقنا بين هذا وذاك طيب جدا واضح وشوف نقول لك حاجة نحب ونسلح وتونس وتونس تستاهل باش نمشي وجديين وبإرادة واضح مصادقة من أجل إصلاحها واضح جدا سيمون جيرا وهذه هو المطروح شكرا لك نحنا فيمتي اليوم فما أوجيعة كبيرة وفما ألام كبيرة عيشها شعبنا مع شعنا وقت بكل معناها فئة بشماعية واجبها الشعبية وبديل جدي لتقديم البدائل طيب جدا إلى تونس الممكنة وتونس الجديد نعتبرها الممكنة نعم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك ويالقيادة في حزب الوطن الديمقراطي المواحد أحضركم معنا على كل هذه التوضيحات شكرا لك